قالت مصادر بان هجوما بقذائف الهون استادف معسكر القنعة التابع لقوات دفاع الشبوة في منطقة المصينعة ويرجح انه لتنظيم القاعدة الارهابي هذا واستادفت العناصر الارهابية في وقت سابق تقما عسكريا تابعا لللواء الاول دفاع الشبوة بعبوة ناسفة في ذات المنطقة بمدرية الصعيد واقضى مصدر الامري في اللواء الاول دفاع شبوة ان العناصر الارهابية في المصينعة استادفت تقما عسكريا بعبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد مما ادى الى اصابة جندي بجروح طفيفة جرال السهدف